جيت من فترة قلت ان سوء العمل محتاج واحد مجتهد وواحد مستمر ده ما فيش اي مشكلة ولكن بعد فترة كبيرة من الشغل في سوء العمل لقيت ان الاهم من انك تكون مجتهد او مستمر انك تكون مسؤول يعني ايه يكون مسؤول تخيل معايا انك انت راجل ربنا كرمك وتجوزت الحمد لله تزوجت وربنا كرمك باطفال حاليا انت واحد ايه رب اسره عاوزك تتخيل معايا انك انت شغلتك في البيت انك تماشي البيت انت عبر عن ايه عن اي تي ام اول سنة انت مجرد اي تي ام تاني سنة اي تي ام تاري سنة اي تي ام بعد عشر سنين انت اي تي ام مجرد بيجيب فلوسه بس هل انت مسؤول انت مش مسؤول بعد عشر سنين هل الاطفال او هل الاسرة كلها طلعت بالشكل اللي انت عاوزه لأ طبعا لانك انت مش مسؤول انت بس مجرد ايه اتي ام خلي بالك الشخص ده اللي هو بس مجرد اتي ام هو شخص مجتهد ومستمر لانه عشان يخليه يقدر جيب فلوس 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 لعشر سنين اشترين سنة اتين سنة اكيد مجتهد ومستمر بس مش مسؤول بعد فترة كبيرة طفل يكون عنده عشرين سنة مش هيكون بالشكل اللي هو عاوزه ولا بيطلع اللي هو عاوزها لانه هو مربش هو محطش دي في المسئولية هو بس كان ايه كان اتي ام والاهم من ده انك تفهم انه هو مجتهد ومستمر عشان يريجيب ايه الفلوس كذلك بالزبط في سوق العمل في سوق العمل اول ما تخش انت مش مطلوب منك انه تاخد التسك بتاعتك وتبدأ تسلمها ده المطلوب منك ما قدرش تقول لك انك تطر من كده انت كواحد جونيور هتاخد التسك فيها البزنس افهم البزنس هقول لها الكود اعمل تسكات بتاعتك شغال عشرة العشرة كل سنو انت طيب ولكن لو فضلت دايما انك تمشي تسكات يعني انك تمشي تسكات يعني انك تمشي تسكات يعني انك تمشي تسكات بتاعتك وتسلمها وهكذا عمرك ما حتتقدم هتبقى عامل زي بالزبط الراجل بتاع الاتم هو عمل بس اتم هو شغلك في الاسرة انجوبرون فلوس انت عملت ماشي تسكات بس انت هنا مش مسئول مع الوقت سنة سنتين تلاتة اربعة عشرة لو فضلت انك انت بس تمشي تسكات انت عمرك 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 ما حتتقدم يعني مسئول يعني السيستم اللي انا بعمله ده السيستم ده طالع في الوقت اللي انا كنت موجود فيه السيستم ده طالع في عهدي يعني لازم السيستم ده يكون طالع بشكل كويس مش عدل وخلاص عدل تسكات وخلاص انا مليش دعوة كبر دماغك في واحد ممكن يقول لي ايه انا في الشركة كواحد ديفولوبر اخذ التسك بتاعتي وسلمها وخلاص يا عم مليش دعوة ما توجهش دماغي ما فيش مشكلة فيه ناس بتمشي بالاسلوب ده ما فيش اي مشكلة بس من وجهة نظري مش بتتطور انا كواحد من الناس مش تغلت برضه اول سنة كنت اخد تسكات وخلاص مش هقول لك لأ ولكن مع الوقت بدأت اكون مسؤول بدأت افهم ان انا السيستم ده السيستم ده يعتبر بتاعي طالع في وقتي طالع في عهدي اذا لازم يطلع بشكل كويس مع الوقت وصلت ان انا وانا في السن ده مريت بتجربة التكنيكالليد ومساكت فترة صغيرة جدا لظروف معينة تكنيكالليد ما بقتش تكنيكالليد شو ما بقتش تكنيكالليد لكن مريت واخدت تجربة تكنيكالليد وانتي كانت حاجة مهمة انها تنقلني في فكري في عقلي في كل حاجة وانها تدين سيستم مهمة جدا والحمد لله قدرت ان انا ست والحمد لله لقيت الموضوع بالنسبة لي لا اسلام دلوقتي احسن من السنة اللي فاتت وكذا فكرة انك تكون مسؤول هي فكرة مهمة جدا فكرة من اهم الافكار اللي لازم تحطها في بالك اه لما تكون مسؤولة هتلاقي الموضوع بدأ يتقل عليك هتلاقي الموضوع بدأ يكون ماذا ما كنت تاخد تسكة وخلاص انا باخد تسكة بعملها ولاح دماغي لكن المسؤولية على قد ما هتكون تقيلة على قد ما هتعلمك وحتطلعك بسكيلز مهمة جدا كلمة مسؤول بشكل عام بيدا البرمجة بيدا عن رب الاسرة بيدا اي حاجة كلمة مسؤول يعني انت شخص دخلت تشيل مهمة لازم تكون قدها مش بس هتكون بتشتغل في المهمة ازاي تمنج المهمة ازاي تقدر تطلع بالمهمة بأكبر استفادة ازاي هتطلع من المهمة وانت طالع بقال لخسارة ازاي وازاي وازاي كلمة مسؤولية في حد ذاتها هي كلمة كبيرة جدا محتاجة شخص يكون فاهم هو بيعمل ايه اتمنى يا جماعة لكل فيديو واضح لو في اي حاجة مش تحقق مش تفهم اتواصل معي حساب لك لينك الفيسبوك ولينك دين تحت في ديسكريبشن وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا